أثار خطاب رئيس دولة الاحتلال بن يمين نتنياهو أمس استياء وغضب معارضيه الذين اتسعت دائرتهم خلال الأشهر الماضية منهم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بنت الذي وصف الخطاب بالمخجل والهزيل في خطاب متلفز وصفه محللون بالعاجز خرج رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو أمس يبرر الوضع الذي آل إليه الاحتلال فمن جهة تتواصل المظاهرات المعارضة لما تسمى بالإصلاحات القضائية التي يسعى نتنياهو لتمريرها ومن جهة أخرى تتصاعد وطيرة عمليات المقاومة ضد المستوطنين والتي تساهم وفق مختصين في تآكل منظومة الأمنية الاحتلالية أحداث ألقى نتنياهو اللوم فيها على المعارضة لا على سياسته المتطرفة خطاب العاجز ودليل ذلك بأن الخطابات كانت تبريرية لما جرى في الأيام الماضية أرسل الجمهوري الإسرائيلي بأنه سيذهب إلى عملية الردع وأن من يتحمل المسؤولية هي المعارضة الإسرائيلية وأنه لن يسمح لحركة حماس بناء قواعد في لبنان لكن على الأرض يدرك الإسرائيلي بأن نتنياهو ليس بيده حلا سحريا خسارة فادحة يتكبدها نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال إذ خسر 13 مقعدا انتخابيا كما أن قوة اليمين كذلك تتراجع الأمر الذي قد يدفعه وفق محللين للتغيير قواعد اللعبة واللجوء لخلق حرب مع أطراف مختلفة لطبيض صفحته وهو ما ظهر جليا في خطابه الذي أشار الاحتمالية جنه حربا على سوريا ولبنان تراجعت الثقة بنتنياهو إلى الربع تقريبا أتحدث عن فقدان 13 مقعدا من مقاعده اليمين الإسرائيلي يتراجع إلى 46 مقعد من 63 بحسب استطلاعات الرأي والأهم من كل ذلك بأن نتنياهو على الأقل ذاهب خلال الفترة القادمة إلى محاولة تحسين الصورة العدول عن قرار إقالة وزير الجيش جواف جلينت كان ضمن خطاب نتنياهو أيضا تراجع قراء فيه مراكبون تأجيل الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية نظرا لأن رفض جلينت لهذه الإصلاحات كان سبب إقالته من فلسطين المحتلة محمد حسين رؤيا